ثم في هذه الايات وكأن الرب عم بعلمنا احسب حساب النفقة ما تتسرعش ما تخدش قرارات متهورة وانا بشكر الله من اجل كل العابرين وبشكر الله فعلا اليوم عم نختبر حصاد غير عادي بالحقيقة ملايين ملايين من اللي رجعوا ليسوع المسيح وان شاء الله منركز او منرتب حلقة ليه الناس عم تترك الديانات الاخرى وعم تتبع يسوع المسيح ولكن هذا ليس عذر للمسيحيين الاسميين اللي عم بيتهادنوا وعم بيساوموا وعم بيسيروا على حساب الحق الكتابي فالحقيقة هي اما انك مؤمن في يسوع او انت غير مؤمن وسيأتي الوقت عندما يبتدئ الاضطهاد الشرس هنا يعرف المرء او يكرم اذا كنت تابع ليسوع المسيح وهذه الايات اللي شفتوها على التيفي او قرأتها كررها وقرأها وخليها تترسخ في ذهنك وتتملأ حياتك وتسكن في داخلك حتى تقدر لانه بدون لا تقدرون ان تفعلوا شيئا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود فاذا هذا النوع من التبعية تحتاج نعمة تحتاج قوة الهية تحتاج الاختبار الروح القدس الحقيقي في حياتك موسيقى